واحد من كل أربعة أشخاص يعاني من اضطراب نفسي عدم اللجوء إلى اختصاصيين للمساعدة قد يوصل إلى الانتحار المعدلات المسجلة عالمياً تقدر بموت شخص كل أربعين ثانية أي 800 ألف حالة سنوياً أما على صعيد لبنان فالمعدل التقريبي هو حالة موت بسبب الانتحار كل يومين الدراسات أظهرت أن للإعلام دوراً أساسياً في التوعية على هذا الموضوع فضلاً عن أن كيفية تغطية الخبر تساهم إما في رفع مستويات الانتحار أو خفضها لهذا السبب دعت وزارة الإعلام رؤساء تحرير الأخبار ومدراء البرامج في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة إلى لقاء إعلامي مصغر يتعلق بالانتحار والتغطية الإعلامية كيفية تعاطي الإعلام مع الخبر هو جداً دقيق أغلب الوسائل الإعلام اللبنانية بتشتغل بكل حرفية بس يمكن حديثي بيروح أكثر لكثير من المواعي الإلكترونية لكثير قصص منصات على التواصل الاجتماعي لا يمكن ربط عملية إنهاء الحياة بعامل وسبب واحد وتسليط الضوء يجب أن يكون على السبل الوقائية المتوافرة على الإعلاميين والإعلاميات اتباعوا الخطوات التالية خلال نقل الخبر المتعلق بإنهاء الحياة أولاً أنه يتجنب يعرض صور للشخص اللي ميت انتحار ما يحكي عن الوسيلة ما يصور الانتحار كأنه عمل بطولي أو عمل جبن وما يربط الانتحار بطريقة مبسطة بسبب واحد نركز على الألم اللي حاس فيه الشخص نركز أنه الانتحار هو موضوع ممكن الوقاية منه مع كل الضغوطات التي نعيشها في لبنان لا يمكن إنكار الحاجة إلى المساعدة على الصعيد النفسي وذلك ممكن للجميع حتى الطبقات غير الميسورة إذ أن الخدمة هذه متوافرة بأسعار زهيدة في أكثر من خمسين مركز رعاية صحية أولية في أكثر من منطقة ترجمة نانسي قنقر